فيما يخص تلخيص درس تفاعل الأسطرة والحل معه هنا سنتعرف على جزئين في الدرس الجزء الأول هو تفاعل الأسطرة الجزء الثاني تفاعل حل معه أولا تفاعل الأسطرة بالفرنسية إذن متى يحدث تفاعل الأسطرة أو ما هي المتفاعلات التي تؤدي إلى إنتاج الأسطر ما يسمى بالأسطر يحدث تفاعل الأسطرة حسب المعادلة التالية التفاعل الأسطرة يحدث دائما عندما يتفاعل الكحول مع حمد كاربوكسيلي إذن عند تفاعل حمد كاربوكسيلي وكحول ينتج عن هذا التفاعل الأسطر بالإضافة إلى الماء بالنسبة للصيغة الخاصة بالحمد كاربوكسيلي تكتب على الشكل التالي RCO-OH الكحول صيغته تكتب على شكل R'OS إذن كيف يحدث التفاعل بينهما؟ تلاحظوا من خلال هذا التعبير هذا أو الصيغة هذه الكحول يساهم بالجزئ A أو بالشق O-H بالإضافة إلى حمد كاربوكسيلي فهو يساهم بضرة هيدروجين إذن جزء من هذا الحمد كاربوكسيلي يعطينا هنا الهيدروجين الكحول يعطينا الـ OH تلاحظوا إلى جمعة الـ OH عندي جوج H-O يعني يتكون الماء عندما تتكون هنا جزئة الماء كيف يحدث هذا الشق من الجزئة لأنه يرتابط مع الطرف آخر لكي تكمل الجزئة كذلك هنا الـ OH يبقى عندها النقص ماذا يحدث؟ أثناء تكون الماء الـ R prime بهذا الرابطة هذه ترتابط مع الأو في هذا الموضع هذا مما ينتج عنه أستر بالصيغة التالية R-C-O R-C-O R prime اللي جينا من الكحول إذن هذا بسفاعة عامة تفاعل الأسترة ينتج تفاعل الأسترة عن تفاعل حمد كاربوكسيلي كحول ينتج عن هذا التفاعل الأستر بالإضافة إلى الماء مثال نعطي هنا مثال تفاعل الأسترة مثلا تفاعل حمد الميتانويك والأيتانول حمد الميتانويك سيغة دياله على الشكل التالي الإيتانول سيغته كذلك على الشكل التالي إذن هنا قلنا يتكوّل الماء إذن الحمد الكاربوكسيلي يساهم ب درة هيدروجين والكحول يساهم بجزئة OH إذن هاد الجزئين اللي هو OH والأش عندما يرتبطاني فهما يكونان الماء أش دو زو أش دو زو جزئة الماء إذن غاز يرتبط هاد الشق هذا مع الجزء الآخر للحمد إذن نكتب التعبير O O إذن هاد الرابطة هاده غاز ترتابط لنا هنأ سابقا سابقا كيف مهي فقط نجيبها و نحطها في هذا الموضع هذا ما تتغيرش الكتابة ديلها أو الشكل ديلها سابقا إذن ينتج أستر بالإضافة إلى الماء نحن الميتانويك الأيتانون الأستر ناتيج كتسمية يسمى ميتانوات الإيتيل ميتانوات الإيتيل سابق لنا وتعرفنا على التسمية ميتانوات الإيتيل ميتانوات الإيتيل إذن هذا فيما يخص تفاعل أستر بصفة عامة جميع الأمثلة كتمشي بنفس الطريقة كتتكون جزئة الماء انطلاقا من جزء من هذه الجزئة أو جزء من هذه الجزئة واحد الكحول الكحول أو أش والحمد كحول يرتبطني معه ليتكون الماء والجزئين المتبقيين يرتبطني معه ليكونان أستر تفاعل حلماء بالنسبة لتفاعل حلماء هو التفاعل ضد أو المعاكس لتفاعل أستر تفاعل حلماء بخلال تعبير نفس الطريقة تلاحظوا أن تفاعل حلماء ينتج تفاعل حلماء انطلاقا من تفاعل أستر مع الماء ينتج عن هذا التفاعل كحول بالإضافة إلى حمد كربوكسيلي تلاحظوا العكس تفاعل حلماء إلى حلماء لتفاعل حلماء إذن هنا بصفة عامة لدينا السيغة في الأستر على الشكل تلاحظوا لتفاعل حلماء كحول لتفاعل حلماء لتفاعل حلماء تلاحظوا العكسيلي وهذا بالإضافة إلى الكحول وهذا إذن الو ترتبط مع الر و الو ترتبط مع الو لينتج عن هذا التفاعل حلم تربوكسيلي بصيغة تالية والكحول بالصيغة التالية إذن مثال لتفاعل حلماء كتلاحظوا هنا لدينا هذه الجزئة الخاصة بالأستر على الشكل التالي إذن كاتسمية تسمى ميتانوات ميتانوات لدي واحد كربون هنا في هذا الجزء ميتانوات وهذا هو الجدر الألكيلي ميتانوات سنجعل ترقيم واحد جوج ثلاثة هذا الموضع جوج إذن ميتانوات جوج ميتيل واحد جوج ثلاثة البروبان يعني بروبيل ميتانوات جوج ميتيل بروبيل يتفاعل هذا الأستغ مع الماء لينتوج الحمل الكربوكسيلي والكحول إذن كيف يتم هذا التفاعل ستنقسم الجزئة الماء إلى جزئين الاش بالإضافة إلى او اش الاش سترتبط مع هذا الجزء لتكون ما يسمى بالكحول والاش سترتبط مع هذا الجزء لتكون ما يسمى بالحمض الكربوكسيلي ونكتبها على الشكل التالي لدينا اش سي او او اش والحمض الكربوكسيلي بالإضافة بالإضافة إلى الكحول يعني الاش سترتبط مع هذا الجزء هذا سترتبط الاش سنضع نفس الصيغة الجزئة كيف ما نوضعها بالإضافة إلى او اش مرتبطة مع يتكون ما يسمى بالكحول CH2 CH CH3 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 إذن هندروا التسمية بالنسبة الحمض الكربوكسيلي في هذه الحالة هو حمض الميتانويك إذنك ضرة كربون وحدة حمض الميتانويك وبالنسبة التسمية الخاصة بهذا الكحول هذا هندروا الترقيم 1 جوج ثلاثة إذن جوج ميتيل 1 جوج ثلاثة إذن عندي ثلاثة ديارة الكربونات البروبان برو بان واحد أول يعني كينا الأو أش في الموضع رقم واحد جوج ميتيل برو برو بان واحد أول إذن هذا عبارة عن كحول هذا عبارة عن حمض كربوكسيلي هذا التلخيص الخاص بالأسطرة والحلماء إذن كتفاعلين هكا كتتم بسفة عامة خاصيات إذن هالتفاعلين عندهم خاصيات تمييزهما بالنسبة الخاصيات الخاصة بالتفاعل الأسطرة والحلماء فهما بطيئين يعني التفاعل بطيء يحتاج لحفاز يحتاج للتسخين من أجل تشريع محدودين تو دائما كتكون أصغر من واحد ما كتساوي شواحد دونك تفاعل محدود وغير تام لاحراريان يعني غير ناشران للحرارة هذو الخاصيات الخاصة بالأسطرة والحلماء علما أنهما تفاعلين عكوسين إذن إذا لمشينا في هذه المنحة سيكون عندي أسطرة ومشينا في هذه المنحة سيكون عندي حلماء للأسطر بالنسبة لهذا التفاعل ندرس فيه المردود إذن المردود هو الناتج تجليد لذية الأسطر مثلا إذن كيف نحديد المردود المردود الرمج تبع الاسم بالفرنسية غون دوم نحسبه بالعلاقة تالية كيمية المادة التجريبية للناتج مثلا هنا ننتج عندي أسطر بلوس الماء الكمية المادة التجريبية للناتج مقصومة على كيمية كيمية المادة التيوريك النظرية النظرية اللي غنحسب بالتجريبية 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 إذن هنا في حالة إذا كانت باش يكون عندي عندي نسبة 100% بما أنه نسبة مئة ويا كنضرب في 100 خاصة تكون عندي التيوريك التجريبية ولكن في الغالب بما أن التفاعل محدود إذن لا يصل لنا لنسبة 100% دائما يكون أقل من 100% كمردود إذن هذه العلاقة باش نحسبوه دائما نشوفو كيف طريقة تطبيقها في العلاقات أو تطبيقها في التمارين إذن التفاعل إذا كان أو المردود إذا كان يساوي واحد فهو يعتبر تفاعل كلي إذا كان المردود أصغر من واحد فهو يعتبر تفاعل غير كلي ومحدود